ندعو المتسابقة روبينة نيازي من أفغانستان وتقرأ برواية حفص عن عاصم ترجمة نانسي قنقر السؤال الرابع يقرأي من قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كدأ بآل فرعون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قل للذين كفروا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صغر أصحابت حرثق من ظلم أنفسهم فأهلكده وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عليتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تاقلون ها أنتم أولئك تحبونه ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم العنامن من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرق وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع أليم حسبك السؤال الخامس والأخير إقرأه من قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكونه طاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض عدت للذين آمنوا عدت للذين آمنوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل الأظيم ما أصعب من مصيبة ما أصعب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ما أصعب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرعها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد يا أيها الذين لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره رسله بالغيب وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم الله من ينصره رسله بالغيب ورسله بالغيب إن الله قبيع عزيز حسبك أحسنتي بارك الله فيك